بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء سنوات ثالثة ثانوي جميع الشعب العلمية أقصد علوم تجربية تقنية رياضية رياضيات حتى تسهيل وقته ممكن يشوفوا هذا الفيديو إذن هو التمرين رقم 114 صفحة 112 من الكتاب المدرسي اخترت هذا التمرين لما له من أفكار قيبة ركزوا فقط معي قبل ما تركزوا معي نتمنى فقط أنكم تبدو ورقة وقلم نقراوها مع بعض التمرين وتبدو في الحل في كل مرة تحبسوا الفيديو باش تحل تشوفوا الحل تعكم وتشوفوا المستوى تعكم نبدو على بركة الله يقول التمرين نعتبر الدلة F المعرفة على R بالعبارة التالية F ل X يساوي لغاريتم بين قوسين وسية 2 X ناقص وسية X زايد 1 يقول السؤال الأول أدرس النهايات الدلة F عند نقص ما النهاية وزيد ما النهاية يعني عند أطراف مجال تعريفها با عين الدلة المشتقن الدلة F ثم جيم أدرس إشارة F تحالي X استددت تغيرات الدلة F في هذا الفيديو ما حسنطول عليكم نديروا قصير باش تفهموا أكثر وأكثر ونشرح الأفكار اللي فيها نبدو على بركة الله طبعا التمرين أرضوه كاملا عليكم تمرين رائع رائع جدا نتمنى أنكم راح تحاولوا فيه نبدو على بركة الله إذن نصيحة مني إليكم تعودوا من الآن أنكم تدربوا روحكم للحل النموذجي وش معنى تها الحل النموذجي الحل اللي نكتبوا في ورقة الإختبار أو الفرض أو حتى شهادة البكالوريا لازم تعودوا روحكم أنكم ديروا الحل من الآن إذن نكتب نعتبر الدلة F المعرفة على R بالعبارة التالية F ل X يساوي اللغارة بين قوسين وسيئة 2 X ناقص وسيئة X زيد 1 إذن هذه الدلة عبارة عن تركيب دلتين دولتها أسية ودولتها الدلت النغارية قبل ما نبدلكم في حساب النهاية حبيت نشرح لكم نقطة جد جد حساسة فرضا أن سؤال الأول كان على مجموعة التعريف إذن راح نشرح لكم كيف هلقيناها مجموعة التعريف R لماذا؟ ليس هكذا هباء فقط ولكن راح نستعمل مجموعة التعريف اللي راح نشرحها لكم ضكا في سؤال اللي راه موجود في التمعين شوف فقط معي إذن قلنا أن الدلت أفتاعي معرفة على R لماذا؟ نحن نعرف أن اللغاريتم دائما اللغاريتم X متى تكون معرفة إذن تكون معرفة معرفة كي يكون X تاعي أكبر تماما من السفر إذن باش تكون لغاريتم اللي كين بين قوسين أو الدلت أفتاعي معرفة لازم يكون بين قوسين اللي راح في بطن الدلت لغاريتم لازم يكون أكبر تماما من السفر إذن مجموعة تعريف الدلت أفتاعي ماذا تساوي؟ تساوي هي كل قيم أعداد الحقيقية A التي ولكن التي تحقق لازم وشيكون وشيكون لازم ما في بطن اللغة اللغة عفوا اللغة الريتمية عفوا راح تليل كلمة معلش تخليها هكذا لازم يكون ما في بطنها يعني اللي راح داخل اللغة الريتمية اللي هو أسية 2X ناقص أسية X زيد 1 لازم يكون أكبر تماما من السفر إذن ما هي الأعداد الحقيقية التي تحقق هذا الشرط راح كيف نحل هذه المتراجحة يعني دخلتكم يعني في سؤال ولكن ستكوني أنه جد جد مهم كيف أدرس هذه المتبينة شوفوا معي إذن راح نشوف متى تكون أكبر من السفر لاحظوا راح نكتب أسية 2X ناقص أسية X زيد 1 نشوف متى تكون أكبر من السفر طبعا باش نحل هذه المتبينة دار لكم تمرينا تعلق مثل هذا النوع نقول نضع X ماجسكول تعي يساوي أسية X طبعا X ماجسكول أسية 1 هل ندير متبينة تعي ممكن كتابتها بالشكل التالي أسية X الكل مربح هذا من خواص الأسية ناقص أسية X زيد 1 أكبر من السفر إذن رح تولي لي بوضع X ماجسكول تعي أسية X رح تولي لي X مربح ناقص X عوضت الأسية بالX زيد 1 نشوف متى تكون أكبر من السفر يلا ندير الدلتا نحسب المميز طبعا المميز يساوي هنا تعي يساوي 1 B تعي يساوي ناقص 1 و C تعي يساوي 1 نحسب المميز إذن شوفوا معي المميز وشي يقول طبعا قد يقول أستاذ مركش ديري معدلة من الدرجة الثانية طبعا هذه متبينة ممكن استعمل المميز إذن سيساوي بمربع لهو ناقص 1 الكل مربع ناقص 4 في 1 في 1 و يساوي 1 ناقص 4 كم يساوي هذا يساوي ناقص 3 وناقص 3 أصغر من السفر إذن هذا الكثير حدود من الدرجة الثانية رح يكون لا يقبل حلول ما ينعدمش وإشارته دائما موجب حسب أ أتعي موجب إذن نقول من أجل إذن نكتب من أجل كل عدد حقيقي إكس ينتمي إلى آر فإن هنا هذا الكثير حدود دائما موجب إذن نطلع الفوق إذن أسية 2 X ناقص أسية X زايد 1 دائما موجب وبالتالي نكتب أسية 2 X ناقص أسية X زايد 1 دائما موجب لهذا كانت مجموعة التعريف داعي دي أف تساوي أر إذن تعمت باش نشرح لكم لماذا مجموعة التعريف هي R قتلكم لأنني راح أستعمل هذا يعني المتبينة تعي وهي أسية 2 X ناقص أسية X زايد 1 نعلم أنها دائما موجب نطلق إلى النهايات نبدأ في حساب النهايات نبدأ في النهاية الأولى نحسب شوفوا معي إذن نبدأ Limit F لما X يقول إلى ناقص من النهاية إذن نكتب دائما الخطوات نكتب عبارة F كما هي إذن عبارة F هي لغة ريتم نكتب أسية 2 X ناقص أسية X زايد 1 لما X يقول إلى ناقص من النهاية شوفوا معي كيف راح نحسب هذه النهاية قبل ما نحسب النهاية لازم نعرف شيء ندير قوس هكذا باش نشرح نعلم أن نكتب النهاية المشهورة نعلم أن نهاية أسية X لما X يقول إلى نهاية ما نهاية تساوي 0 إذن هنا أيضا limit أسية 2 X لما X تقول إلى نهاية أيضا تساوي 0 يعني نمكن نكتبها بالمربح تقول 0 مربح تساوي 0 إذن بما أن هذه تقول إلى 0 هذه تقول إلى 0 نهاية تصبح ماذا تساوي 1 عفوا هنا هذه تساوي إلى 0 0 زائد 1 تساوي لغارتم أعتذر لغارتم الواحد وليس 0 لأن هذا كل يقول إلى الواحد لغارتم واحد ماذا يساوي سيساوي للصفر إذن النهاية تصبح لما X يقول إلى نقص ما النهاية تساوي الصفر نكمل النهاية الثانية النهاية الثانية لما X يقول إلى زائد ما النهاية بنفس الخطوات إذن أعوذ وش عندي عندي نعرف أن النهاية المألوفة تاعي شوفوا معي لما المألوفة المألوفة يقول إلى زائد ما النهاية تساوي زائد ما النهاية وبالتالي المألوفة أيضا المألوفة لما X عدم التعيين الآن كيف أنزل حالة عدم التعيين لحظوا معي نحن ندير التالي لميت نكتب دائما لميت الغارت نفتح قوس ما ننساش أن X يعلي لزائد ما نهاية نفتح قوس نح وسية 2 X كامل ومشترك ندير هنا يبقى لي 1 هنا رح يبقى لي نقسم كل الأطراف على وسية 2 X هنا وسية X مع وسية 2 X يبقى لي ناقص 1 على وسية X وهنا زائد 1 على وسية 2 1 نغلق القوس إذن هن رح نستعمل إحدى خواص اللغاريتم يكون عندي لغاريتم A في لغاريتم B كامل تساوي لغاريتم Where fellowship is menggun ように نرجع 1 على أسية 2x. إذا نكتب للميت لغاريتم أسية 2x زائد ممكن نديرها بين قوسين زائد لغاريتم. نفتح قوس. وش بقالي؟ بقالي 1 ناقص 1 على أسية 2x زائد 1 على أسية 2x. نغلق القوس. ثم نعلم أن من خواص اللغاريتم أيضا في كل مرة نكتب لكم الخواص. لغاريتم أسية x ماذا تساوي؟ تساوي x. عندما يلتقي اللغاريتم على الأسية تذهب الأسية تروح للغاريتم يبقالي فقط هنا الأس اللي هو x. إذن هنا إذن لميت ماذا تساوي؟ لغاريتم أسية 2x تساوي لي 2x. زائد هنا. هنا ما كتبتش معلش هذا كامل. زائد وش بقالي؟ لميت عفوا نبدأ لميت هنا يا لميت لما x يقول إلى زائد ما لها يقول 2x زائد لغاريتم. 1 ناقص 1 على أسية x زائد 1 على أسية 2x. الآن نحسب في النهايات. قبل ما نحسب في النهايات ندير تذكيرها. أنا عندي نهاية مشهورة أن نهاية الأسية لما x يقول إلى زائد ما نهاية كم تساوي؟ تساوي زائد ما نهاية. إذن هنا هذي لميت 2x ستخرج لي زائد ما لها. ثم هنا داخل اللغاريتم. هنا واحد على أسية x. هنا شوفوا ما نزيدها لكم. لميت 1 على أسية x لما x يقول إلى زائد ما نهاية. ماذا تساوي؟ كنقسم 1 على زائد ما نهاية تخرج لي 0. إذن هذه النهاية راح تقول لي إلى 0. وهذه تقول إلى 0 نفس الشيء. وش يبقى لي؟ يبقى لي لغاريتم واحد. ولغاريتم واحد يساوي السفر. إذن راح تصبح النهاية التاعي تساوي زائد ما نهاية. إذن لميت أفل x لما x يقول إلى زائد ما نهاية ماذا تساوي أحبائي؟ تساوي زائد ما نهاية. وبالتالي أجبنا على هذا السؤال أكتفي بهذا القدر لكي أقول لكم إلى الفيديو القادم إن شاء الله نتابع الأسئلة المتبقية. بالتوفيق لكم جميعا. أتمنى أنكم راح تحولوا فيه ثم كملوا الحل مع بعض. سلام الله عليكم إلى الملتقى إن شاء الله.